من كنوز أدعية الصالحين دعاء الشيخ مح الدين بن عربي في كتاب أوراد الأيام الليالي كان بيدعي باستمرار بيقول اللهم إني أسألك لسانا ناطقا وقولا صادقا وفهما لائقا وسرا ذائقا وقلبا قابلا وعقلا عاقلا وفكرا مشرقا وهب لي يدا قادرة وعينا حامية ونفسا مطمئنة وجوارح لطاعتك غير متوانية دعوة جميلة دعوة شخصية بين عبد وبين رب دعوة حس بيها فنطاقها وأيدهلنا في الكتاب بتاعه يقول اللهم إني أسألك لسانا ناطقا اللسان الناطق أي صاحب النطق المثمر المؤثر النافع فليس كل كلام جاء وقته وليس كل كلام حضر أهله ممكن تبقى بتقول كلام سليم لكن اللي قدامك مش مستعد ليه أو بألفاظ لا تتناسب مع نفسية اللي قدامك فتنطق نطق أنت قد تظن أنه هو ورانية صادقة لكن زي ما جبران خليل جبران قال ما بين منطوق لم يقصد ومقصود لم ينطق تضيع كثير من روابط المحبة فبيقوله أسألك لسانا ناطقا وقولا صادقا قول يكون مطابق لساني زي فعلي والأعمق في الصدق لساني زي قلبي أقول اللي حاسس بي لا أتظاهر ولا أدعي زمان واحد صاحبنا كان بيسلم على واحد فالشخص دي بقوله أنت وحشني قوي فصاحبي قاله وإنت كمان وحشني وكان شيخنا واقف معاني بعد ما مش الراجل فبيقوله صاحبنا هو فعلا كان وحشك قاله لأ أنا مش فاكر اسمه أصلا قاله طب إنت ليه بتقوله أنت وحشني وإنت مش حاسسها قاله مجاملة وراجل بيقولي أنت وحشني قاله حاول لما تيجي تجامل تجامل بما يطابق ما في قلبك في حاجات كتير زي شكله كان حلو النهاردة كلامه كان جميل أتمنى أن احنا نتقابل لكن حاول تاخد بالك من عدم مرور كلامك على قلبك عشان دايما ما يكونش فيه تكلف وتظاهر والدعاء حاول أن أنت لسانك يبقى صادق يطابق ما في قلبك ولسانا صادقا قال وفهما لائقا أفعال ربنا معانا نبع من صفاته فلما ربنا يعمل معانا حاجة محتاج نفهمها فهم يليق بصفات الله زي بالضبط ولله المثل الأعلى لو طبيب ماهر أمين معه مشرطه بيعورك لو بيعورك أنت شايف أن الجرح المؤلم ده وراه الشفاء بل أن تدخله تدخل المحب المنقذ وليس اللي بيجرح أو اللي بيأذي ده اسمه الفهم اللائق وكأن ربنا في المنع والعطاء صفاته اللي تظهر باستمرار معانا في معاملاته نسألك فهما لائقا كما يليق بصفاتك رب فلا نتهمك بأي شيء وبالمناسبة ده معنى كلمة سبحان الله أي ننفي عن الله أي نقص سبحان الله وفهما لائقا وسرا ذائقا سر الروح بتتذوق المعاني الظاهرة أيضا من صفات ربنا لما ربنا يظهر لك كل يوم بصفاته بأن يعطيك فالروح تتذوق الكرم وأن يمنعك فالروح تتذوق القدرة وتتذوق الحكمة ولما يقدمك ويعمل لك إيمة وجاه فالروح تتذوق الوسع الواسع العطاء سبحانه وتعالى ولما يمنعك من طريق انت عايز تمشي فيه وهو مؤذي الروح تتذوق القهر وأنه قهرك وبعدك خلاف ما تريد لكن بحب لأنه يعلم وأنت لا تعلم وسرا ذائقا شف سيدنا النبي يشوف الهلال وهو بيشوف الهلال يعنيه روحه قلبه بيشوفه تتابع الزمان ما هو الزمان ده بييجي الهلال بيجي بشهد جديد فكان يقول اللهم أهله علينا بالأمن والأمان أيامنا تبقى معاك يا رب دايما أمان في حماك والسلم والإسلام ربي وربك الله سرا ذائقا وأسألك قلبا قابلا للشريعة لما تقول يا رب أمر معين أو سمعنا وأطعنا وقلبي يتقبل أبحث عن الحكمة لو تاهت عني وإن لم أرى الحكمة أسلم إلى أن أفهم في الدنيا أو الآخرة وعقلا عاقلا عقلي عن الرباط وسمي العقل عقل أنه بيحجم الإنسان عن التصرفات الطيشة اللي يندم عليها وقت الشهوة لما تبقى قوية وقت الغضب لما يبقى قوي وقت الطمع لما يبقى قوي يا رب عقلي يربو التصرفاتي بحيث اختار الاختيار لما ندمش عليه وعقلا عاقلا قال وفكرا مشرقا فكر يسميه positive thinking شيء إيجابي يخليني عرف أنتصر على الأفكار السلبية أفكار المحزنة والمخيفة فكر مشرق يفسر التصرفات اللي بتحصل من الناس بحسن ظن مش بسواد فكر مشرق يبص البكرة بتفاؤل تفاؤلوا بالخير تجدوه منور ما دمنا في يد الله يبقى اللي جاي أكيد كله خير وفكرا مشرقا وهب لي يدا قادرة على الشغل والعمل والكسب من حلال والإنفاق أيضا من حلال وعينا حامية تحمي العورات إذا رأت شرا دفنته وإذا رأت خيرا أذاعته عينا حامية وعينا حامية القلبي لا تنظر للحرام فتحمي قلبي من وساوس الشهوة تنظر إلى الأشياء اللي لما شفها قلبي يرتبط أكتر بالمعاني الجميلة وبربنا وعينا حامية ونفسا مطمئنة إلى موعود الله لما ربنا يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجة أبقى مسد ونفسي متطمنة من ترك شيئا لله وضعه الله خيرا منه أنا متطمن ونفسا مطمئنة قال وجوارح لطاعتك غير متوانية جوارح لطاعتك غير متوانية يا رب جسمي يشلني لما قلبي يبقى مليان بالهمة يا رب جسمي يطوعني في العبادة وفي خدمة الخلق لما قلبي يرغب جوارح في طاعتك غير متوانية دعاء حلق اسمعه تاني وحاول تحفظه وحاول تعمل زي الأئمة كده يبقى ليك أدعية خاصة مع الله تصنع حال بينك وبين الله